اهلا وسهلا بكم في دايلي تايمز عربي تناقلت الصحف الاسبانية على نطاق واسع خبر اكتشاف شركة اوروبا اويل اند غاز البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب ازيد من مليار برميل عن المعادل النفطي القابل للاستخراج بدون اي مخاطر بساحل انزقان قرب مدينة اقادير معبرة عن تحصرها لوجود هذه الحقول غير بعيدة عن جزر الكناري وتحديدا 175 كم عن شمال شرق جزيرة وكتبت قائلة ان المغرب محظوظ باكتشاف هذه التروة متسائلة كيف ان شركة ريبسول الاسبانية سبق ان اجرت عدة محاولات للتنقيب بالقرب من هذه المنطقة ما بين سنة 2001 و2014 لكنها تخلت عن المشروع بعدما افادت ان الاكتشافات المفترضة لن يكون لها الحجم الكافي او الجودة المطلوبة وتوقعت الصحف الاسبانية ان تبلغ قيمة هذه الاكتشافات مع الاخذ بعين الاعتبار السعر الحالي للنفط ما يعادل 100 مليار دولار مقسمة على جميع سنوات الانتاج في خصم تكاليف الاستخراج وتوزيع ارباحه بين جميع المشاركين وكتبت صحيفة اي بي سي بدورها ان المخزون النفطي الذي عتر عليه المغرب هو هائل جدا وقال صحيفة الكونفيدانسيال الاسبانية ان قيمة الاكتشافات النفطية التي وجدت في مساحة بحرية تقدر بـ 11.228 كم مربع التي تمثل تقريبا الناتج المحل الاجمال للمغرب الذي بلغ سنة 2020 ما يعادل 113 مليار دولار ومن جهته افاد موقع اتلانتيكو هوي في تحليله لخبر الاكتشافات النفطية بالمغرب ان الرباط سعت منذ فترة طويلة الى ان تصبح قوة في مجال الطاقة وباشرت في البحث والتنقيب منذ اكثر من 20 عاما في المياه الواقعة تحت سيادة المغرب المغرب الذي ظل دائما يقوم بتكوين الفنيين والمتخصصين في هذا المجال واضافت الصحيفة قائلة ان الاعلان عن هذه الاكتشافات تزامن مع فترة باتت فيها الطاقة من القطاعات الاستراتيجية التي تراهن عليها الكثير من الدول في العالم بمقابل ذلك تأسفت جل الصحف الاسبانية عن توقف مدريد منذ ما يقرب عقدا من الزمن عن البحث عن النفط وفق بيانات وزارة التحول البيئي بالحكومة الاسبانية ومنذ عام 2014 لم يطلب احد تصاريح التنقيب في مجال الهيدروكربورات باستثناء تصريحين اقليميين في اسطوراس واراغون الا ان الشركات المكلفة مثل بي ان كي بيتروليوم تخلت عن البحث واغلقت مكاتبها منذ سنة 2016 وقال الخبير في الطاقة رامون رودريغيز تعتبر اسبانيا من البلدان التي لا يعرف ماذا يخبئ باطن ارضها لانه لم يتم تخصيص موارد مالية مهمة لهذا الامر ترجمة نانسي قنقر